اشتركوا في القناة ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكيربوهيدرات تنتمي الى ثلاثة مجموعات وراح نتكلم عنها ونفصلها تفصيل اكثر اولا الكيربوهيدرات تنتمي او تقسم الى ثلاث اقسام تقريبا كما ذكرنا اول قسم هو سكريات احدية القسم الثاني هو سكريات ثنائية القسم الثالث هو سكريات عديدة وراح نشرح كل نوع معين لحالة بالضبط نبدأ في السكريات الاحدية طبعا يطلق عليها ايضا السكريات البسيطة لانها لا تتحلل الى جزء ابصد وهي تتكون من جزء واحد من السكر اذا فهي ابصد انواع سكريات واسم هذه السكريات انتهي بالمقاطع يعني بمقطع باسم اوز وسميت بالسكريات الاحدية نسبة الى عدد ذرات الكاربون المكونة لها وهذه السكريات تشمل مجموعة كبيرة جدا من السكريات الاخرى ابتداءا رح نتكلم عن اول مجموعة تشملها السكريات الاحدية وهي السكريات احدية الثلاثية وهذا تتكون من ثلاث ضرات كاربون ومن امثلاتها سكر جلسر الدهاي هيد ومن امثلاتها على القانون حقها C3H603 هذا القانون حق سكر جلسر ورح نتكلم ايضا عن سكريات اخرى سكريات احدية الربعية وتتكون من اربع ذرات كاربون كما في سكر الارثروز وقانونها كميائي بالضبط S4H804 طبعا سكريات احدية الخماسية وتتكون من خمس ضرات كاربون من امثلاتها سكر الريبوز وهي عبارة عن C5H603 أو عفوا C5H10O5 ما عليش مخاربة بين الانجليزي والعربي مرة ثانية راح تكلم عربي اكثر علشان اسهل عليكم والذي يدخل في تكوين الحامض الران سكريات احدية الخماسية تتكون من الحامض الران وسكر ديوكسي والريبوز الذي يدخل في تركيب الحامض النووي الدي ان اي ايضا راح نتكلم عن طبعا سكريات الوحدية الخماسية وسكرية الوحدية الرباعية وسكرية الوحدية السوداسية اللي راح نتكلم عليها الحين مهمة جدا اتمنى تركزون عليها سكرية الوحدية السوداسية هي تتكون من سد درات كاربون من امثلاتها سكر الجلوكوز الموجود في العنب والسكر والفارتكوز الموجود في فاكهات وسكر الجلوكوز وهذه تعتبر السكريات الخماسية والسوداسية من اهم السكريات الوحدية البسيطة من حيث يعني الوظيفة التي تؤديها في خلايا الجسم داخل خلايا الجسم حيث تدخل في تركيب الاحماض النووية الدي انا اي وران وعند ذوبان السكر الاحادي في الماء يأخذ الشكل الحالقي كما تكلمنا سابقا في الدروس السابقة وسكر الجلوكوز السوداس سلاح علاقة مباشرة بتقايرات الطاقة داخل داخل الخلية وتتضح اهمية السكريات من الناحية التوظيفية للمواد اللي داخلها وايضا من الناحية العملية والوظيفية على انها مصدر هام جدا للطاقة للكائن الحي لقيامه بالعمليات الحيوية فعندما تحترق تتأكسد هذه السكريات باتحادها مع الاكسوجين في التنفس الخلاوي وينتج عنها تقريبا معادلة معينة واللي هي كالف تو زاد ما يسوي طاقة كما هو موضح في هذا بشكل عام في السكر واحتراقه راح نتكلم عنها راح نتكلم بشكل عام في المعادلة السابقة بالمعادلة الكيميائية كالف تو زاد ما زاد طاقة وهي عبارة عن المعادلة التالية سي سكس اتش تو او سكس سي او تو زاد سكس اتش تو او زاد ستمية وستة وثمانين كي اس اي او طبعا هذه المعادلة الموجودة سي تعبد ا اكثر اتحاد مع الاكسوجين السكريات تاكسد تاكسد السكريات باتحمل مع الاكسوجين في التنفس الخلوي واتمنى انكم افهمت هذا الشيء ورح نشرح في الدروسس القادمة عن أهمية هذا الموضوع بشكل متعمق أكثر إلى هنا انتهى الدارس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي